أنت مؤخراً اللي دخلت طول الفترة ما قبل دخولك للأوبرا كنت بتغني في نطاق أثري ولا كان لكي مجال تقدري تغني فيه يعني لكي مكان بتروح يتغني مثلاً في مدرسة في حفلة في حاجة لا يعني الأول ما بدأت غنى كنت بغني في المدرسة بس أو مع المدرسة بتاعتي مسنسرين شاكر هي من الناس اللي عرفت موهبتي وكده وأخويا محمد حسن هو ملحن برضو وبيغني في المجال طب يعني فيه جين عندكم جين فني يعني ويعني بدأت غني في الفترة دي بعد كده بس طيب أنت بتغني إيه؟ يعني إيه النوع الأغاني اللي أنت بتحبية وبتحبية تغنيها؟ الأغاني اللي أبحبها اللي هي الطربي قديم يا سلام أتشعرفك بالطربي زيب ما أصل دي الحاجات اللي هي يعني تتسمع الأصيلة لا والله لا والله لو أنت كان متعودة تسمعي الحاجات دي في البيت؟ أو آه صن كده وحبتيها وده الغريب يعني أو طبعاً يعني لا أصل ممكن يعني ممكن جيلك ما يحبش الحاجات دي في ناس في ناس بتحب الحاجات الجديدة الالكترك دي أو بس كده أو طيب ممكن تسمعيني حاجة؟ أكيد طبعاً نعم تسمعيني تسمعيني طبعاً طرب بقاً أو تقول يا زيني وحياتي عندك لو كلي عند خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر وان كان بعدك شيء متقدر خودني معاك خودني معاك من جير ما تفكر خودني معاك ده أنا مش ممكن أبداً هاضر على الأشواء يوم لما تسافر وحياتي عندك وحياتي عندك الله أحسنت يا زينب أحسنت أحسنت أحسنت